نجد هناك الكثير من الأمور التي جعلت من الدين والعقيدة وهي بالأساس لا أصل لها ولا واقع ولا مشروعية وبين أبرز تلك الأمور هي بناء القبور وتشييد المراقد وتخصيص طقوس ومراسم هل هذا غلط الكلام؟ يا شو الغلط في هذا الكلام عشان تعتقلونه يا تجار القبور يا حرامية المراقد أيها الإخوة فتوى للصرخ جديدة جديدة في طرحها عن طريق المراجع المعاصرين غير جديدة في وجودها في كتب الإمامية وفي عقائدهم الأولى القديمة لما سيطر الغلاط على المذهب الإمامي الاثن عشر قادوه إلى وثنية هي أشد من وثنية قبيلة قريش في الجاهلية فكانت أوثان تعبد من دون الله عز وجل ذبحا وسجودا ودعاءا واستغاثة وطلبا ورجاءا وخوفا القلوب مرتبطة بغير الله عز وجل شاعت وذاعت حتى أصبح المخالف لهذه الوثنية لا يعد شيعية الصرخي في إطار تصحيحه وما يراه في حركته التي يقوم بها حقا يجب أن يصحح في الدين الإمامي الاثن عشر ساق عدة أمور نفى كسر الظلع ترضى عن الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين دافع عن أم المؤمنين ولقد بايع الصحابة والصدقوا فرضي الله عنهم وأنزل سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال العلي العظيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والخليفة الأول والخليفة الثاني أبو بكر وأمر رغما على أنه في الجميع ورغما على أنه في الحاقدين كانوا من من بايعه تحت الشجرة نقول جزاء الله الخليفة الثاني أمر من الخطاب رضي الله عنه كان له الفضل بأن نكون نحن في الإسلام ونتشرف بالإسلام وبنور الإسلام لأنه هو الذي فتح العراق من يتهم الخلفاء رضي الله عنهم بما لا يليق فليرجع من يتهم الخلفاء ليرجع إلى نفسه إلى أصله إلى عرضه إلى شرفه قبل أن يعتذي على شرف الخلفاء وشرف النساء وإلى شرف السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت له مسائل جريئة جدا مثل نفي أن يكون القبر الذي في النجف هو قبر علي بن أبي طال في الكوفة في مسجدها يدفن جثمان أمير المؤمنين عليه السلام بحسب ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر قال قتل علي عليه السلام وصلى عليه ابنه الحسن ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة عند مسجد الجامع ليلا وعمية موضع قبره هذه حجة تامة على من يدعي أن القبر في النجف في الغري بناء على هذا وعلى حجية هذه الرواية ويحج عليهم دائما وحجة دامغة عليهم والتي يثوت منها أن مدفن الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة وهذا يستلزم كذب الزيارات ومراسيمها المرتبطة بقبر النجف والحقيقة أنه صادق في ذلك وأنا لي برنامج في رمضان الماضي عن هذا عن أن القبر الذي في النجف ليس بقبر علي بن أبي طالب ولو كان قبر علي بن أبي طالب ما جاز أن يعبد فقامت عليه القيامة في الأيام الماضية خرجت له فتوى في أن البناء على القبور بناء المساجد على القبور بدعة وضلالة وسبب من أسباب الغلو والشرك وبين من كتب الشيعة من الكافي أن علي رضي الله عنه لم يبني قبرا واحدا ولا الحسن ولا الحسين ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أتبع علي بن أبي طالب والكافي فيه روايات وغير الكافي وكلام المتقدمين من علمائهم أنه لا يجوز البناء على القبور بناء المساجد على القبور بل كيفية البناء عندهم في كتبهم أربع أصابع شبرا نحو هذه الرواية في كتبهم يا إخوة لكن تجار القبور المراجع الوثنيين أولهم السيستاني وتانيهم الصدر وأمثالهم مثل هذه الفتوى تفسد عليهم تجارتهم هم تجار القبور إيش عندهم صنعة ثانية يأخذون أخماسه وروافد القبور من النذور مليارات دخل تجاوز الخطوط الحمراء هنا وهنا وانتبهوا يا أيها الإخوة ظهر الدين الشيع الإمام الاثنى عشر بمراجعه وقادته على حقيقته كيف يذكرنا ذلك باللقاء الذي كان مع المرجع كمال الحيدري حين قال أن أعلامنا يكفرون المسلمين كلهم هذا أقوله بتعبير الإصطلاح الحوزوي بضرس قاطع يعني أقطع فيما أقول لا يوجد عالم شيعي إثنى عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا نعم يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار لو بحكم المسلمين بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا؟ الكفار كصاحب الحدائق يقول محكمون بالكفر الدنيوي والنجاس الدنيوية فهم في حكم الكلاب والخنازير والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهانا يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره فقامت عليه القيامة وحبس في داره في إقامة جبرية ولا يسمح له بالخروج إعلاميا إطلاقا الآن جاء مرجع ثاني وقال هذه الفتوى فما كانوا ينتقدون كمال الحيدري وينفونه من كلامه من اتهامه لهم بأنهم يكفرون المسلمين يمارسونه اليوم على كمال الحيدري وعلى الصرخي ليس أعلانين على كمال الحيدري والصرخي إذن تقولون لا تقول يا كمال الحيدري أنه مكفراتية وتمارسون التكفير عليه والتضليل والاستباحة وهو شيعي 12 والصرخي شيعي 12 ما لكم كيف تحكمون نعم أنتم مكفراتية وتستبحون دماء المسلمين لا تحدث عن مراجع الشيعة الإمامي هل أخطأ الصرخي بذكره هذه الفتوى لا لم يخطأ والله لم يخطأ ولا أقولها بحسب عقيدتنا أهل الإسلام وما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من تحريم بناء المساجد على القبور فهذه الروايات متواترة عندنا كثيرة جدا في النهي عن بناء المساجد على القبور والرسول عليه الصلاة والسلام في آخر أيام حياته كان يلعن اليهود والنصارى ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الراوي يحذر ما صنعوا يخاف أن تكون أمته تفعل ما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائها لليوم المراجع إخوان اليهود والنصارى يستميتون لمخالفة محمد عليه الصلاة والسلام لكن انظروا إلى منهجية الرد على الصرخي تشبه منهجية الرد عندهم على الصحابة البهتان على طول اتهام بأنه يريد هدم قبور أهل البيت المزعوم أنها لهم قبور وهي ليست في قبوره ما قال اهدموها ما قال روحه اهدموها هو يبين وسألة علمية أن هذا من الغلو يقول لا تبنو فعلي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام في هدم القبور وفي رواية أخرى ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته فيقول أن منهج علي بن أبي طالب ليس البناء وإنما هدم القبور وهو لا يدعو أتباعه إلى ممارسة ذلك وإنما يبين منهج علي بن أبي طالب المسألة العلمية أن بناء القبور لا يجوز ولم يقل لأتباعه اهدموا افعلوا تجاوزوا إلى آخره ما قال فلبسوه التهمة المعلبة كما يفعلون مع الصحابة في بهتانهم ضد الصحابة وقالوا أنه يقول اهدموا قبراه البيت فخرج اللطامة كالعادة الغوغاء اللي لا قرآن يعرفون ولا سنة يعرفون ولا حتى كتبهم يعرفون والأذرع الأمنية والسياسية التي يسيطر عليها المرجع الديني فذهبوا يحرقون مقراته وهو 12 ويعتقلون الخطفاء الصرخيين يلا قابلوهم بالحجة أنا لمناظرات مع عدة من شيوخهم في هذه المسألة والله ما استطاعوا أن يستدلوا على ما يفعلون عند القبور من البناء على القبور والعكوف عندها والله ما عندهم دليل وأتحدى أن يكون عندهم دليل هذا خطيب خطب خطبه انظروا ماذا قال هل قالوا اذهبوا اهدموا القبور ما قال لبسوهم تهبة الوهابية والبعثية وباقي يحطونهم اللي كسروا ظلع الزهرة من خرافاتهم واساطير ما بقي شيء ما أضفوه لهم شوف يا أخوان من خلال الاطلاع على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبما تتضمنه من سيرة الإمام علي عليه السلام وكونها هي السيرة الكاشفة للمنهج التوحيدي الحقيق الذي جاءت به رسالة الإسلام السماوية والله كلام حب يقول خلونا نشوف سيرة علي بن أبي طالب لأنها كاشفة عن منهج محمد عليه السلام وعلي بن أبي طالب من أعلام الهدى عند المسلمين من أهل التوحيد ودعاته من أبرز علمائه تعالوا خلونا نشوف سيرة علي بن أبي طالب ونستلهم منها الدين والعقيدة الصحيحة هل هذا غلط الكلام؟ شنو غلط في الكلام هذا يا جماع؟ ماش الغلط في هذا الكلام عشان تعتقلونه؟ يا تجار القبور يا جامع النذور يا حرامية المراقب يا من تغرقون الشيعة بالوثنية وتسرقونهم بالخمس تارة وبالنذور تارة وكل شيء مطلعي لكم قبر جديد وبانين عليه مسجد جديد ألا تتقون الله في الشيعة؟ انظروا هل في كلام هذا الخطيب من شيء حتى يعتقلوا؟ خلونا نشوف نجد هناك الكثير من الأمور التي جعلت من الدين والعقيدة وهي بالأساس لا أصل لها ولا واقع ولا مشروعية وبين أبرز تلك الأمور هي بناء القبور وتشييد المراقد وتخصيص طقوس ومراسم ومناسبات خاصة بها فهكذا أمور هي خلاف ما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ولم يأت بأمر من تلقاء نفسه بل هو بأمر من الله تعالى حيث أمر النبي الإمام علي عليه السلام بهدم القبور وتصطيحها وعدم البناء عليها كما جاء في الحديث عن الإمام علي عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هدم القبور وكسر الصور هذه الرواية ليست في كتب السنة هذه الرواية في كتب الشيعة الإمامية هذه سيرة علي بن أبي طالب يا أنكم تتبعون ولا شوفوا لكم دين آخر وانتم على دين آخر في كل حال من يغلو في القبور هذا تحدي أعلنه هنا تحدى أن يكون سيدنا علي بنى يوما على قبر مسجدا واحدا هذا تحدي خلافته في العراق أربع سنين لا بنى على قبر النبي عليه الصلاة والسلام مساجدا ولا بنى على قبر الزهراء ولا على قبر حمزة ولا على قبر غير من أهل بيته ومن الصحابة ولا على شهداء أصحابه في زمن خلافته ولم يكن هذا دأب علي بن أبي طالب ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة عايش بعد النبوة صلى الله عليه وسلم ما بنى قبرا لا على نبي ولا على صحابه ولا على شهداء ولا على غير ذلك تدعون أن هذا من الإسلام الحج بيننا وبينكم هذا شيعي يستدل من كتبك على سيرة علي بن أبي طالب تعتقله ليش؟ هو قال روحوا يهدموا قبر علي بن أبي طالب المزعوم أنه قبر لا؟ ما قالها؟ تلبسون التهم المعلبة ليش؟ روايات عندنا وعندنا مسائل شرعية أيضا يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام إذا رأيتم أهل البدع فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات هؤلاء لابد من مقاومتهم وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم مباهتهم يعني النبهتهم النبهت يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين يجوزنا نكذب عليا ونقول للناس هذا يسوي فلان شي وفلان شي وما مسوي نقول للناس هذا يسوي فلان شي وفلان شي وما مسوي يعني شنو؟ يعني بهتان نبهته نبهته يعني نكذب عليا السيد الخوئي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم النبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم هؤلاء لابد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم واقع هكذا هكذا كانوا يصرعون مع الصحابة افتراء وبهتان وكذب على أصحاب رسول الله وعلى المسلمين عموما فدينهم الكذب والبهتان والغاية الأموال واستغفال الشيئة